سجلت إمارة الشارقة تدولات عقارية بإجمالي ملياري درهم خلال شهر يناير الماضي وذلك وفق نتائج التقرير الشهري الصادر من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة مواصلة النمو والزهار وأظهرت إحصائية الدائرة أن مجموعة المعاملات المنفذة خلال شهر يناير وصلت إلى 2999 معاملة من بينها 673 معاملة بيع بنسبة 22.5% من عدد المعاملات الكلية و250 معاملة رهن بنسبة 8.3% من إجمالي المعاملات بقيمة إجمالية وصلت إلى 510 ملايين درهم وأجرت معاملات البيع في 93 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة فيها 4.3 مليون قدم مربع شملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 162 أرض فضاء في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 245 معاملة بينما وصل عدد معاملات الأبراج إلى 266 معاملة من إجمالي المعاملات وأظهر التقرير تصدر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بمدينة الشارقة ثلاثة منطقة الرقيبة ثم الخان ثم منطقة حوشي أما المناطق الأكثر نشاطا في حجم التداول النقدي فقد تصدرت منطقة الخان بقيمة تداول وصلت إلى أكثر من 266 مليون درهم وفي المنطقة الوسطى تركزت التداولات المنفذة على منطقتين الثمامة التي شهدت تداولات نقدية وصلت قيمتها إلى نحو ثمانية ملايين درهم والمدينة القاسمية وفي خرفكان جاءت منطقة المديفي كأعلى منطقة تداول ووصلت قيمتها إلى خمسة ملايين وسبعمائة ألف درهم بينما في مدينة كلبا تصدرت منطقة صناعية كلبا المشهد بست معاملات بيع في حين جاءت منطقة تسهيلة 31 أعلى منطقة من حيث حجم التداول بقيمة بلغت مليون وستمائة ألف درهم ترجمة نانسي قنقر